اشتركوا في القناة شرعية الدولية داعيا مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته بحماية الشعب الفلسطيني إننا نحذر من محاولات تهجير شعبنا في غزة إلى خارجها كما نحذر من أي عمليات طرد للفلسطينيين من بيوتهم أو تهجيرهم من القدس أو الضفة الغربية لن نقبل بالتهجير وسنبقى صامدين على أرضنا مهما كانت تحديات ونجدد التأكيد على رفضنا الكامل لقتل المدنيين من الجانبين وإطلاق صلاح المدنيين والأصل والمعتقلين كافة ونؤكد بأننا نلتزم بالشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة ونبذي العنف واتخاذ الطرق السلمية والقانونية لتحقيق أهدافنا الوطنية ترجمة نانسي قنقر